موسيقى قرر السعودي ريان جيلر رفع قضية على شقيقة الفنانة المغربية دنيا باطمة بعدما ورطته مع جمهور العراق الذي سبته وصفتهم بالمنافقين والخوانة خلال بث مباشر معه فقد شن ريان عبر حسابه في سنابشات هجوما على سارة باطمة قال فيه إنها تنتمي لعائلة معروفة بابتساس المشاهير وتوريتهم بقضايا أخلاقية وتبلوا عليه ولفقوا لموضوع لشان ورطون مع جمهوري بالعراق حسب يا الله ونعم الوكيل ونجد ريان الشعب العراقي قائلا أرجوكم شغل عقلكم أنا لا يمكن أسئل شعب أنا أصغر من أني أدخل بهذه المهاترات وتابع حياة صحتي أني مظلوم الله يمهل ولا يهمل وكلهم رفع سجون مستقلين عليهم إني ألف علي بموضوع غلط عمر رفقت ناس وسغى بحسنية أنا ما عند استعداد أخصر ولا واحد من جمهوري الكل يهمني لا يمكن أسئل أحد الكل يعرف أخلاقي وأنا ضحيتهم لا تصيرون ضده وأوضح ريان إن القضية التي رفعها على سارة إثر نشرها أخبار وصفها بالمكذوب عنه وتسببت في قضية أثارت بين شعبين والحق يعلو ولا يعلو عليه وختم رسالته قائلا عاش العراق وأعتقد أني أثبت ببراءتي بما فيه الكفاية أنا ريان واللي يدوس لي وجمهوري طرف يستحمل يذكر أن سارة باطمة تسببت في إحراج جيلر أثناء استضافته لها عبر مقطع فيديو لايف عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام بسبب قيامها بسبب العراقيين ووصفهم بالمنافقين والخوانة وقالت سارة أنا ما أحب أهل العراق الصراحة لأنهم أهل النفاق والشقاق وفي محاولة من ريان جيل لتدارك الموقف قال أهل العراق على راسهم في أكبير من جمهوري أنا ما لي دخل باللي بتقولي خلاص يا سارة أحب أقول للعالم كبروا رأسكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة